السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم في فيديو جديد طبعا اليوم وصلني البين كود من جوجل ادسينز جماعة اليوتيوب يعرفون شنو هذا البين كود واكو كثير اشخاص يعرفون هذا الشي فبالنسبة للاشخاص اللي ما يعرفون شنو البين كود وشنو هذه الشغلات الارباح اللي تيجي على اليوتيوب تتحول على موقع جوجل ادسينز طبعا القلام انت تفعل لازم تسوي حساب بجوجل ادسينز حتى تقدر تفعل قناتك فالارباح من يوتيوب كل شهر تروح على جوجل ادسينز جوجل ادسينز يطلب من عندك شغلتين اول من يصير عندك رصيد 10 دولارات راح تجيك رسالة بها شعار انه بعثولك بينكود نفس هذا ظرف يحتوي على رمز بالداخل طبعا هذه المعلومات مالية على العنوان اللي انت دخلته طبعا بالموقع اكيد انت راح تدخل معلوماتك ورح تدخل عنوانك الكامل ورمز البريدي اهم شي حتى يدزولك نفس هذه الرسالة على البريد طبعا يوم 4 بشهر الواحد جمعت العشر دولارات ودزولي كنت مدخل المعلومات بالعربي ما اعرف وين صار البين كود الاول ما وصل فانتظرت شهر وعشرة ايام راجعت البريد ما وصل البين كود فطلبت بين كود ثاني يوم 14 اثنين طلبت بين كود طبعا هذا البين كود الثاني عرفت عن طريق المعلومات لان البين كود الثاني دخلت المعلومات بالانجليزي وكلها بالاحرف الكبيرة فوصلني هذا البين كود الثاني طبعا بعد هذا يوم الثمانية بشهر الثالث طلبت بين كود الثالث بس هذا اللي وصلني البين كود الثاني لان غيرت الرمز البريدي بالبين كود الثالث خليت رقم سبعة بمكان الواحد لان السبعة هم تابع للموصل بس هو الواحد الاصطي فما وصلني بعد الثالث وصلني البين كود الثاني وهذا طلبت يوم 14 اثنين واليوم حاليا 28 بشهر الثالث طبعا كل 20 يوم يحق لك تطلب بين كود إذا ما وصلك البين كود الأول يحق لك تطلب الثاني والثالث وبعدها تطلب الرابع من تطلب أربعة إذا ما وصلوك يحق لك بعدها تفعل حسابك بجوجل أدسنز بهوية أو جواز سفر فاليوم كان يحق لي أطلب بين كود رابع فسبحان الله قبل لا أطلب البين كود الرابع اتصل علي موظف البريد قال لي عندك رسالة وصلت تعال استلمها فرحت جبت الرسالة هذه من البريد ورجعت طبعا مثل ما تشوفون بدخل أنا كافة المعلومات طبعا الأفضل أنه تدخل كافة المعلومات بالأحرف الإنجليزية وتكون الأحرف كبيرة لا تكتبها صغيرة مثل ما أنا كاتب مثل ما تشوفون لأن طلبت قبل هذا واحد مثل ما قلت لكم دخلت المعلومات بالعربي بس ما وصل وطبعا بالنسبة للصندوق البريد ما تحتاج صندوق بريد ما سويت صندوق بريد أكو قسم أشخاص يقولون إلا تسوي صندوق بريد وطبعا إذا تفتح صندوق لازم تدفع فلوس خمسة عشر أو خمسة وعشرين ما أعرف بالضبط بس تقدر بدون صندوق بريد يصلك البين كود أهم شي تدخل المعلومات صحيحة وتدخل اسم المحافظة ما لك والرمز البريدي حاليا مثل ما تشوفون موصل أربع واحد صفر صفر واحد هذا الرمز البريدي للموصل وطبعا هذا بداخل أكون رمز بداخل هذا الظرف إذا ما فعلت حسابك بهذا الرمز ما رح تقدر بتسحب أي أرباح من القناة إلا تفعل حسابك بالرمز اللي يجيك وإذا ما وصلك الرمز تطلب أربع رمز إذا ما وصلك نفس هذه الرسالة بها رمز بعدها يحق لك تفعل حسابك بهوية أو جواز سفر مثل ما قلنا فحاليا رح نفتح هذا الظرف طبعا مثل ما تشوفون مخلين أسهم ومكتوب مكتوب بالعربي بس بالعكس الكتابة أزل الحوافي الخارجية أولا ومكتوب بهذا المكان مضمن بالداخل مستند مهم طبعا كل اللغة العربية تيجي مكتوبة بالعكس فراح نفتحه حاليا الظرف أكو مكان ما يبين بالكاميرا هذه الحوافي عتشوفوها مثل النقاط هذه تنقص وينفتح هذا أكو رمز بالداخل ويتفعل به حساب الجوجل أدسينز سيما تشوفون هذا الرمز طبعا أكو تعليمات بالداخل إنه شون تدخل الرمز وحاليا راح نشوفكم مش شون ندخل الرمز طبعا الخطوات بسيطة جدا ما لأنه تدخل الرمز مجرد تدخل على موقع جوجل أدسينز أول من تدخل على جوجل أدسينز راح تشوف مكتوب عندك إثبات صحة عنوان إرسال الفواتير تضغط عليها وتدخل الرمز ويتفعل حسابك حاليا راح ندخل الرمز ونشوفكم الطريقة وراح نشوفكم شلون تدخل معلومات العنوان مالك راح نشرح لكم إياها لأنني بالبداية دخلت معلومات وما وصلني البينكود الأول إلا غيرت المعلومات باللغة الإنجليزية حاليا راح نروح للكمبيوتر نفعل حسابنا ونشوفكم شون ندخل المعلومات وحاليا انتقلنا إلى جهاز الكمبيوتر طبعا تكتب بالبحث أو تكتب جوجل أدسينز أنت مخير تدخل على أول اختيار إذا ما كنت مدخل حسابك تدخل الجيميل ما لك اللي مسوي بي حساب جوجل أدسينز وراح يفتح عندك الموقع ما لأدسينز مثل ما تشوف عندنا إثبات صحة أنوان إرسال الفواتير نضغط على تحقق مثل ما تشوفون للـ 28 مارس يحق لي أطلب الرمز هو اليوم 28 مارس فللمغرب تقريبا يحق لي أطلب الرمز الرابع بس حاليا ونصني الفين كود فبهذا المكان راح أدخل الرمز اللي هو 3-7-8-4-8-4 نضغط على إرسال تم إثبات ملكية عنوان إرسال الفواتير إذا تشوفون هذه الفوق دفعاتك معلقة حاليا لأنك لم تثبت صحة عنوانك تحدث الصفحة راح تختفي هذه مثل ما تشوفون اختفى الإشعار اللي كان مكتوب فوق دفعات معلقة اختفى الإشعار وحاليا ادفع على حساب جوجل أدسينز فإذا أنت كنت ندخل معلوماتك بالعربي مثلا وما وصلك بين كود الأفضل مثل ما قلنا تحولها بالإنجليزي لأن طلبت أنا بالعربي ما وصلني نروح على الدفعات بعدها ندخل على إدارة الإعدادات ننزل شوية عندك مثل ما تشوف الإسم والعنوان مكتوب عندك الإسم والعنوان تضغط على هذا القلم اللي يمها صغير فمثل ما تشوفون الاسم تكتب اسمك الكامل بالإنجليزي أحرف كبيرة مثل ما قلنا سطر العنوان أكتب اسم البلد أنا كتبت اسم البلد والمحافظة والمنطقة اللي ساكن بها سطر العنوان الثاني كررت اسم المنطقة اللي ساكن بها وخليت رقم الهاتف بسطر العنوان الثاني ضروري تخلي رقم الهاتف لان من تجي رسالة للبريد اللي بالبريد الموظف مثلا راح يشوف رقم الهاتف موجود إذا كنت مخليه بسطر العنوان الثاني وراح يتصل عليه المدينة تكتب المدينة اللي تساكن بها والمقاطعة نفس الشي تقدر تكتب بلدك أو تكتب المدينة وعدنا الرمز البريدي أهم شي فمثل ما تعرفون كل منطقة وبيها رقم بريدي خاص فهذا رقم البريدي خاص بمدينة الموصل مدخلاني الرمز البريدي ورقم الهاتف ما لك حتى لو خليت هذا الرقم ما أعتقد راح يظهر بالرسالة اللي تجيك ولكن أنا كنت مخلي الرقم بالسطر العنوان الثاني فمن جاني البين كود الرقم كان موجود على وجه الرسالة يعني مخلين الرقم اسم المنطقة مالي والرقم كانوا موجودين بواجهة الظرف فهذه المعلومات مثل ما قلنا اسمك الثلاثي البلد والمحافظة والمنطقة بعدين تكرر المنطقة ورقم الهاتف والمدينة اللي تساكن بها والمقاطعة تكتب البلد أو المحافظة ماكو شكال وتدخل الرمز البريدي ورقم الهاتف وتضغط حفظ تنحفظ عندك المعلومات وبعدها تطلب بين كود ثاني هذا في حال ذا كنت طالب بين كود وما وصلت غير المعلومات باللغة الانجليزية وعندك هذه اللغة اللغة المفضلة أنا كنت بخليها العربية فتقدر أنت تطلب بين كود ثاني تدخل معلوماتك إذا ما كان واسطك البين كود الأول بهذه الطريقات تضغط حفظ وبعدها تطلب بين كود ثاني وصلنا نهاية الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله